أكثر من 160 ألف طفل في المخيمات هربوا من الموت لواجهوا الحرمان لكن هذا مو مبرر حتى نحرمهم من التعليم نعم الأطفال بالمخيمات من سنة 2014 كنا نعرف ست ملايين نازح نزح إلى مناطق مختلفة الكثير منهم رجعوا لكن لحد الآن في كثير من المخيمات الأطفال يعانون منها قلب الخدمات الصحية تعليم خدمات الرعاية النفسية الرعاية الاجتماعية فالمفروض وبحاجة الكثير خلقوا صحيا وتعليم وكذلك نفسيا وكذلك غذائيا رجزيلي على التعليم أنا حقيقة عندي نقطة مهمة نحن المفهول موضوع النازحين يتوقف عندنا في العراق العراق بلد الخيرات مفروض يرجعون الأماكنهم ويتهيئ لهم البيئة الصالحة يرجعون لها ليس مثل المخيم اليحياوي الذي في 2020 من 303 عائلة رجعوها عوائلهم المكاناتهم التي هي في نينوى وفي تلعفر ولقوا جثث أطفال ولقوا جثث أمامهم وقنابل فأنا نتوجه أن هذه المخيمات تنتهي ويرجعون المكانهم لكن حسب الشروط الدولية والمحلية المفروض اللي يتحقق كرامة الطفل وتوفر لكل احتياجة فهذا اللي أنا أركز عليها هاي النقطة المهمة وداما كذاك الإعلام ركز على هذا التفاصيل الأكثر لكن حسب ما واضح عندنا ومن استخصاء أكثر ومتابعة أكثر جميع المخيمات تم إنهاء هلاكم فقط اللي موجودة في كردستان الحبيبة أعتذر من جناعة